السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع متتبعي قناة إسام تربوي في هذا الفيديو سنتطرق للوحدة الثانية صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة مرجع فضاء النشاط العلمي مستوى السادس ابتدائي إذن الدرس والحساسية شعورية La sensibilité conscience بالنسبة لأهداف الدرس هي أتعرف مكونات الجهاز العصبي أتعرف حساسية شعورية إذن les objectifs sont connaître les constitutions du système nerveux connaître la sensibilité conscience أتسأل وأفترض نصبت الأسرة خيمتها في صفح الجبل للنزهة فقالت سعاد إنه مكان غير مناسب إني أشوم رائحة نتنا وكذلك قال أخوها أحمد لكن ليلى أنكرت ذلك فقال لها أحمد إن حساسيتك الشعورية للشم ضعيفة وسجلوا تساؤلي وفرديتي على دفتر تقصي إذن الأسرة المكونة من سعاد وأحمد وأيضا ليلى قامت بنزهة في صفح الجبل ولكن ذلك المكان كانت تنبعث منه رائحة نتنا رائحة كريهة من الذي شمت تلك الرائحة؟ أخوها أحمد وسعاد لكن ليلى أنكرت ذلك أي أنها لم تشم أي شيء إذن فقال لها أحمد إن حساسيتك الشعورية للشم ضعيفة إذن تساؤل الذي سنضرحه هنا ما هي الحساسية الشعورية؟ الإفتراضات الحساسية الشعورية هي نشاط عصبي يمكننا من التفاعل مع الوسط الخارجي أي أن جسمنا يحتوي على مجموعة من الأعضاء أعضاء الحواس وهذه الأعضاء فهي ستفاعل مع الوسط الخارجي مثلا نتفاعل مع الضوء عندما نراه جسمنا يتفاعل معه أيضا عندما نلمس شيئا فإننا نتفاعل معه عندما نشم رائحة عندما نتضوق شيئا إلى غير ذلك إذن فأجسامنا تستقبل مجموعة من المعلومات من الوسط الخارجي وهذه المعلومات التي يتم التقاطها فهي تلتقط عبر الأعضاء عبر أعضاء الحواس مثلا الأدن، العين، اللسان، الأنف إلى غير ذلك وعلى مستوى كل عضو نجد أنه يحتوي على مستقبلات حسية إذن توجد مستقبلات حسية على مستوى العين توجد أيضا على مستوى الأدن، على مستوى اللسان، على مستوى الجلد، إلى غير ذلك مثلا حاسة الضوق العضو هنا هو اللسان لأن اللسان هو الذي يتضوق إذن على مستوى اللسان نجد مستقبلات حسية والمستقبلات الحسية تكون مرتبطة بالضوق يعني هناك مستقبلات للضوق مثلا على مستوى الأدن نجد مستقبلات حسية وهذه المستقبلات فيستقبل الكلام، يعني مستقبلات للسماء واضح إلى غير ذلك فقط بعد الأمثلة ننطق الآن أخصى بالفرادية أولا أتعرف مكونات الجهاز العصبي للإنسان ثم أنجز إذن لاحظوا معي الصورة جانبة إذن هذا يمثل الجهاز العصبي عند الإنسان لسيستام نغفو شي لوم إذن لاحظوا معي ما هي مكونات الجهاز العصبي إذن هناك المخ المخيخ البصلة السيسائية وهالثلاثة نجمعهم في الدماغ الانصيفة يعني أن الدماغ يتكول من مخ مخيخ وبصلة السيسائية هناك أيضا نخاء الشوكي الذي يتمركز هنا يكون على مستوى العمود الفقري هناك أيضا الأعصاب في الجسم بأكماله يعني الأعصاب المتواجدة على مستوى اليد على مستوى الأرجول إذا غير ذلك كي سابل لي لناخ أبين ماذا تمثل الوثيقة واحدة الوثيقة واحدة تمثل الجهاز العصبي عند الإنسان أختبر أختبر فرضيتي ألف تمثل الوثيقة واحد الجهاز العصبي عند الإنسان بأ أذكر أعضاء هذا الجهاز فالأعضاء هم اللي قلت الآن تنبأ أعضاء هذا الجهاز هي إذن المخ المخيف البصلة السيسائية النخاء شوكي والأعصاب جيم أبين أين يوجد المخ والنخاء الشوكي إذن على مستوى الصورة كما تلاحظون المخ يوجد على مستوى الدماغ والدماغ يوجد داخل الجمجمة واضح بينما النخاء الشوكي إذن شفنا السهم جيدا إذن يشير إلى هذا المكان يعني أنه يوجد في العمود الفقاري تنجيم المخ يوجد داخل الجمجمة النخاء الشوكي يوجد في العمود الفقاري ننسق الآن لذلك أبين أين توجد الأعصاب إذن كما تلاحظون في الصورة الأعصاب هي هذه يعني كل هذه فهي أعصاب إذن توجد على مستوى أعضاء الحواس يعني مثلا عضو حاسة العين هي العين يعني على مستوى العين توجد الأعصاب وهذه الأعصاب فهي تكون عبارة عن ألياف يعني أنها توجد على مستوى اللسان على مستوى العين على مستوى الجلد على مستوى الأذن إلى غير ذلك إذن توجد دندل توجد الأعصاب على مستوى أعضاء الحواس إذن اللسان العين الجلد إلى غير ذلك وهي عبارة عن أليف إذن على مستوى كل عضو توجد الأعصاب والأعصاب هي عبارة عن أليف ننتقل الآن الثانيا أتعرف الحساسية الشعورية La sensibilité consciente ثم أنجز تعمل أعضاء الحس على التقاط مجموعة من المعلومات من المحيط الخارجي تؤدي إلى الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة تسمى الحساسية الشعورية إذن أعضاء الحس فهي تقوم بالتقاط مجموعة من المعلومات أعضاء الحس هي الأنف اللسان الأذن الجلد العين إذن هذه الأعضاء جميعها فهي تلتقط مجموعة من المعلومات من المحيط الخارجي وتؤدي إلى الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة إذن كل ما نحس به وكل ما نلتقطه أو كل ما تلتقطه أعضاء الحس من المحيط الخارجي تسمى حساسية شعورية رأى أحمد مرأة قادمة فصاحة صباح الخير أمي أليف وفسر كيف عرف أحمد أن القادمة أمه إذن لحظوا معي الصورة جانبة إذن هنا يوجد شخص واضح هذا الشخص قمنا بتسليط الضوء عليه لحظوا العين ماذا فعلت التقطت هذه الصورة إذن العين رأت هذا الشخص فقامت بالتقاط الصورة عبر هذا العضو الذي يسمى العين أعضاء الحس الدور دي العين هي الرؤية يعني أنها ترى ثم لحظوا معي السام تم نقل هذه الرسالة أو لهذه السويالة العصبية عبر العصب البصاري لأن أعضاء الحس تتكون من مجموعة من الأعصاب كما قلنا الآن ثم بعد ذلك تنقل على مستوى الدماغ وبالضبط باحة الإبصار لأن الدماغ يحتوي على مجموعة من الباحات يحتوي على باحة الإبصار على باحة السمع باحة الشم إلى غير ذلك بما أننا نتكلم عن العين فإننا نتحدث عن باحة عن الإبصار يعني أن في الدماغ هناك باحة الإبصار إذن عرف أحمد أن أمه قادمة برؤيتها بالعين باستعمال حاسة البصار برؤيتها بالعين المجرد باستعمال حاسة البصار ننسق الآن لباء باعتماد الوثيقة إثنان أحدد الأعضاء التي تدخلت في الإبصار إذن يجب تحديد الأعضاء المتدخلة في الإبصار من خلال الوثيقة الثانية إذن لحظوا معي هنا الأعضاء التي تدخلت في الإبصار هي العين أول عضو ثم بعد ذلك تنقل هذه السويالة عبر العصب البصري إذن هو الذي ينقلوه هذه الرسالة أو لهذه السويالة بعد ذلك هذه السويالة تتجه نحو المركز البصري إذن المركز البصري هو الذي يقوم بتحليل هذه السويالة العصبية وكنت تكلم هنا على باحة الإبصار لأن العين يعني قد ينبقوا في الرؤية أو لفء في الإبصار إذن بعث إذن الأعضاء التي تدخلت في الإبصار هي إذن العين العصب البصري باحة الإبصار جيم وبيّن دور كل من هذه الأعضاء إذن قد نحط الدور ديال العين ديال العصب البصري وأيضا ديال باحة الإبصار الجيم إذن العين ما هو دورها هي مستقبل حسي هو واحد المستقبل تيحس بما يوجد في العالم الخارجين مثلا الضوء إذن إذا كان هناك ضوء في العين سوف تحس بأن هناك ضوء إذن في عبارة عن مستقبل حسي هناك أيضا العصب البصري إذن دوره هو عبارة عن عصب حسي ثم أخيراً المركز البصري إذن تحددت عليه أولاً اختبار الفرديات الفرديات وقلنا أن المركز البصري يقوم بتحليل السويالة العصبية وهو باحة الإبصار إذن المركز البصري تحليل سويالة العصبية وبالضغط على أي مستوى على مستوى باحة الإبصار إذن قلنا أن العين هي مستقبل حسي يعني هي الاستقبلات الصورة بتسليط الضوء ثم هاد السويالة العصبية تنقل عبر العصب البصري إذن العصب البصري هنا هو العصب الحسي ينقل السويالة العصبية في اتجاه المركز البصري يعني هنا تحلل السويالة العصبية وبالضبط في باحة الإبصار وقلت لكم الآن أن مع النش فقط باحة الإبصار هناك مجموعة من الباحات باحة الشم تضوق إلى غير ذلك إذن واضح إذن الضوء والرائحة من مهيجات الجهاز العصبي نعم إذن الضوء فهو يهيج العين لأن العين هي التي تستقبل الضوء والرائحة تهيج على مستوى هذا الحس لهي الأنف إذن فهي تقوم متهيج الجهاز العصبي إذن نكون قد انتهينا من الصفحة رقم 23 فيما يخص الحساسية الشعورية في الفيديو المقبل سنتطرق للصفحة رقم إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد كنسمنا لكم صفحة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر